فإذن ماما عرفنا شون نتعامل مع المفعول به الغير مباشر وعرفنا شون يجي نوعه إذا كان مفرد إذا كان جمع إذا كان مذكر إذا كان مؤنف هي شين نتعامل وياه بنفس الطريقة اللي تعاملنا بيها مع المفعول به الغير مباشر إذن هاي نعتبرها هذي شنو هذي جمل يعني مثبتة فسا مثلا على سبيل مثال إذا أريد آخر جمل منفية مثلا هنا أنا أقول في حالة الأمر المنفي على سبيل مثال أقول نيكوت با على فنداز نيكوت با على فنداز إذن هنا عندي جملة منفية شون عرفتها منفية لأنه فعلا الأمر ما لتي منفي واقع بين النو والبا لكن المفعول به المباشر ما لتي هنا هو مفعول به غير مباشر اللي هو الالفنداز الفنداز هي البائعة وعني أعرف هذا حرف الجراء لا يجيني مع المفرد المؤنف حتى أقول لا تستمع إليها شا أقول الالفنداز باش عوضتها عوضتها بالوي هو كلما موضوع التعويض هو معناها اختصار للجملة يعني بدل ما أكرر أقول آلا فنداز يعني بدل ما أكرر الكلمة وأكرر حروف الجرمالتها بس مجرد أعوضها الضمير التعويضي حتى شنو يصر عندي مثل ما نقول اختصار للجملة عوضت بها المفعول به بضمير صغير وخليتها استعملتها بالجملة المهم إذن هذه جملة الأولى هي جملة أمر منفي لا تستمع إلى البائعة أقول نلوي إيكوت با وانت خليت الضمير التعويضي خليتها قبل الفعل الأمر وحصرت بين النو والبا صار عندي نلوي إيكوت با نجي هنا على الجملة الثنين أو إكزامبت الثنين أقول ندموندي با أو غارسون لا تسأل أو لا تطلب الغارسون الولد أو غارسون إذن هسا صار عندي الأو هذها واحدة من حروف جر يعني واحدة مشتقات حرف الجر للمفرد المذكر أقول ندموندي با أو غارسون لا تطلب أو لا تسأل هذا الولد أقول نلوي دموند با وين خليت الأو غارسون وبيش عوضت عوضت بالوي وين صار مكانة صار مكانة أمام فعل الأمر ليش خليت أمام فعل الأمر لأنه عندي أنا أصلا جملة منفية لأنه لازم يشترط علي أنه أخلي ضمير التعوذي قبل فعل الأمر وأحصر بين النو والبا آخر مثال عندي نو غارده با أو زيتديون لا تنظر إلى الطلاب نو غارده با أو زيتديون الأو زيتديون الطلاب مسبوقة بحرف الجر أو هنا أنا للجمع حتى أقول لا تنظر إليهم بدل ما أكرر أو زيتديون رح أعوضهم باللغ وين رح أخلي مكانهم أخلي مكانهم أمام الفعل وأحصرهم بين النو والبا رح أصير الجملة ماتي نلوي غقار ديبا لا تنظر إليهم لا تشاهدهم عرفنا الشون هذا كل ما متعلق بموضوع المفعول به الغير مباشر